الحريك بتقوله ده مهضة اقتصادية عظيمة ويمكن خلينا نقول حريك برضو قلت حاجة مهمة جدا ان دي قريبا جدا الناس هتبتدي ان هي ايه تشعر بدا على مستوى او نطاق كبير او على نقول long term او مدى طويل في بقى بعض المواطنين وانا حابة ان انا نقل سياتك كل الاستفسارات علشان يبقى فيه يعني مصارحة دايما ما بيننا ما بين المواطن بيقول ايه طب انا المواطن العادي انا ابتدي احس بنتاج يعني فيه حاجات بتبقى مشاريع اقتصادية short term اللي هي قصيرة المدى حاجات يعني مثلا حريك بتقولي دلوقتي العاصمة الادارية العاصمة الادارية كعاصمة احنا هنستفيد منها بشكل اقتصادي كبير جدا وعلى مستوى الاستثمار يوكلم ده اثناء البناء في استثمار في ان فيه عمال وفيه طرق وفيه كذا وفيه خدمات بتحصل طول الوقت انا عايز اعرف المشاريع قصيرة المدى او المشاريع الصغيرة او المواطن يحس بيها امتى يجنس مرها امتى طيب احنا علشان بقى نخش في الجانب الاخر اللي علينا نعمله زي ما حضرتك تفضلت كده علشان بنتكلم لان احنا ده عملين القريب حيبقى في حاجة بيس كلمة قريب مطاطة اعوام مطلوب مواطن ده بقى قريب ده غاية امتى هنفضل غاية امتى وده تفكيره وده حقيقة وده انا نفسي كمواطن بفكر وانا برضو ما بسمع من اي وزير قريب اقول لي لا محضرتك معلش بقى وضح لي قريب ده يبقى امتى يعني حتى البرنامج الحكومة احنا اصرين ان يرتبط بازمينة وتوقتات محددة ومؤشرات اداء تبقى موجودة في البرنامج والوزارات اللي ما حطتش مؤشرات اداء انتقدناها بشكل مباشر وطلبنا ان يجي السادة الوزاراء يعرضوا علينا كل وزير برنامج الوزارة بتاعته ايه وخطته الزمنية هتبقى قد ايه مين عناصر التنفيذ مؤشرات الاداء التكلفة ومصادر هذه التكلفة او الموارد بتاعته المواطن اللي احنا بنتكلم بقى احنا عايزين ندعمه خلال المرحلة اللي جاية دي وده مهم لان احنا برنامج الاصلاح الاقتصادي ليه تلات محاور اساسية وانت يا كتير قبل كده محور اصلاح مالي ومحور اصلاح نقدي ثم تعديل البيئة الاقتصادية في مصر هيكلة الاقتصاد المصري دي مهمة جدا المرحلة التالية المرحلة الاولى والتانية اللي هي اصلاح المالي والنقدي اللي اتنين خدنا فيهم خطوات جيدة والحمد لله لو لا الاخقارات اللي اتخذت فيهم كان حيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا في الوقت اللي احنا عايشين وده واعتقد اساسا ما كناش هنكمل يعني خلينا اقول نهاية حتى عام 2017 مثلا ولا حاك يعني كان على عقصة تقدير كمان ويبقى انها متفائل لو قلت نهاية 2017 كان ممكن نتعايش مع زمان هيبقى فيه سقوط اه كان هيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا طيب تعديل البيئة بقى اه تعديل الهيكل الاقتصادي والبيئة الاقتصادية في مصر اول حاجة فيها هي المشروعات يمكن حدك اشارت اليها بكلامك بشكل مباشر المشروعات الصغيرة وموتانات الصغيرة اصلا دايما بشوف في تجارب الدول في بعض الدول قامت تماما على المشروعات دي انا بشوف ماليزيا تايلند مكسيك يعني الصين طبعا الصين طبعا هي ده بقيت حاجة عظمة دلوقتي بتعمل الصناعات الكبيرة والصغيرة بس البلاد دي لما الواحد بيشوفها هي على فكرة افقر مننا بكتير بالضبط والكسافة السكانية قوى البشرية عندهم مش زينا خالص يعني ممكن نعمل حاجة احسن من كده بكتير بس في حاجات صغيرة بيعرفوا يقوموا بها الاقتصاد وسريعة الى ان تحدث نهضة اقتصادية كبيرة زي اللي احنا بنتكلم عنها ده بقى يحصل عندنا ازاي؟ الاصلاح الهايكي الاقتصادي اول خطوة فيه زي ما حددك تفضلت هي الصناعات الصغيرة ومتنية الصغر او اسف المشروعات يعني دايما المصطلح بتاع الصناعات دي بيبقى خاطئ لانه بيطلق على كل لانه المشروعات الصغيرة ومتنية الصغر لانه كثير من المشروعات تموجودة ما هيش صناعة فقط لغير ممكن تبقى زراعة ممكن تبقى خدمية ممكن حاجات كتير جدا موجودة زي مثلا منصات الإلكترونية زي ما احنا نشوف الشركات الدينا اللي بتشتهي على الوقت العربيات زي التاكسي مش عايز اقول اسمها برضو هي منصات إلكترونية الخدمة الاساسية فيها منصة إلكترونية اللي بتتحكم العربية جاية من مكان والمنصة الإلكترونية اللي بتتحكم وعليها السواك بتاعي وعليها كل حاجة هو ينفذ قدمة والشركة بتاخد الفارق ما بين ما يتقضاء السائق بسيارته وما بين القيمة اللي بيدفعها المستهلك أو المستخدم لهذه الخدمة أنا أريد أن أمثلة بسيطة لكن في النهاية هي منصة إلكترونية الأفكار والتصورات لدفع العملية الاقتصادية تبدأ من المشروعات الصغيرة ويمكن زي ما قلت كتير قبل كده أنها تتعدى في مصر 90% من حجم المشروعات متوسطة صغيرة متانية الصغير من القطاعين الرسمي والرسمي 90%؟ 90% في أكتر من 90% أنا أريد أن أقول لحضرتك أن سنة 2010 بس عشان أكون دقيق وأنا في الوقت ده كنت ماسك المدير التنفيذي تحديث التجارة في مصر بالنمج الاتحاد أوروبي منقول لمصر إحنا وإحنا بنعمل الدراسات دخلنا معنا شركة ضخمة جدا على مستوى العالم هي رقم 2 كانت على مستوى العالم في الدراسات السوق وعملت حصل وقالت 97% من المشروعات من القطاعين متوسطة صغيرة مثل السوق ثانية واحدة أنا عايز أفهم أنا عايز أفهم أنا من التسعين في المية دول أو من التسعين في المية دول أنا بستفيد إزاي بستغيل إزاي وهل أنا مدركة لده يعني هل أنا كمواطن مدرك أن أنا كل جزء وكل محافظة ممكن أطلع منها مجموعة من المشاريع تخدمني اقتصاديا عندي ماركتينج عندي تسويق عندي طريقة إعلان كويسة عندي ناس تعمل كامبينز من غير مقابل زي بعض الدول ما بتعمل ولا لا اللي حضرتك قلتي ده هو خلاصة الموضوع دي هي الهيكلة الاقتصادية ووضع برنامج متكامل لدعم المشروعات المتوسطة والسخرين أقول الصغيرة متنسة ثم المتوسطة لأن الأساس عندي الصغيرة متنسة في عدد من المحاور الأساسية وبرضو ده مش اختراع ده بس يطبق الموضوع ما هواش اختراع الموضوع متعارف عليه في العالم كله زي ما حضرتك أشارتي لكثير من الدول العالم أن يكون هناك كيان منفصل يدبع رئيس الحكومة مباشرة هذا الكيان يستطيع أن يدعم كافة هذه المشروعات زي ما بجيب أنا حاسش راح بوضوح شديد زي ما بجيب المستثمر الأجنبي علشان ييجي يستثمر في مصر فبحطه في حضانة زي ما نقول كده بالضبط بعزله عن البيلوقراطية بعزله عن الفساد اللي ممكن يبقى موجود وإحنا طبعا لازلنا حتى الآن في إجراءات مكافحة الفساد نحتاج إلى خطوات قوية بتطبيق استراتيجية وطنية لم يتب تطبيقها حتى الآن على أرض الواقع لإستراتيجية الوطنية المكافحة الفساد عام 2014 ودي يمكن أنا بنادي دلوقتي السيد رئيس هيئة الرقابة الإدرية الجديد أن يتبنى هذه الاستراتيجية لأن هي دي خلاص مصر في المرحلة اللي جاية هيعتمد على تطبيقها لأنها هكمل فأيبا عندي بعزله عن الفساد بسهله إجراءاته بشكل مباشر وسريع إذن أنا محتاج أن أحطه في حضانة زي ما حاطت مثلا الهيئة الاقتصادية تنمية القناة السويس هتطف حضانة من خلال قانون القانون ده هو القانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وهذا القانون فعلا بيدي للهيئة مثلا الصلاحية أنها ممكن تصدر ترخيص وتصريح في خلال خمسة أيام فقط لغير حضرتك بقى أنت عارفة في قانون الاستثمار اللي تعبنا فيها عدنا فيها قد إيه فترة وإحنا كلاجنة الاقتصادية عدنا ما يقرب من 70% إما بالإضافة بالحسف أو بالتغييئ أو بالتعديل في بعض المواد إحنا أقصى أملنا كم ستين أقصى حاجة يبقى ستين يوم تخيلي بقى أن الهيئة الاقتصادية تعمل قد السويس بدي في خلال خمسة أيام فقط لغير خمسة أيام عمل فقط لغير تستطيع أن تدي الترخيص والتصريح وكل حاجة بيشتري مرس مشروع يبقى إذن أنا محتاج كيان يدعم المشروعات الصغيرة والبوتانية الصغيرة ثم المتوسطة يدبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة عشان يخرج من أعملية عباءة الوزراء وإما يتوافق مع أي وزارة من الوزراء يبتدي يعمل بروتوكولات لا الكلام دا ما ينفعش دا ما يحتاجه كيان منفصل لديه قدرات مالية كافية علشان يدي تنويل ميسر وكافية وكافية دي نحط دحتها خمسين خط وأيضا واقعية يعني كان فيه مبادرة أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة ومتارية الصغر بحوالي 200 مليار جنيه من خلال البنوك على مدار أربع سنين بفايدة 5% بسيطة طبعا شكل المبادرة هايل وغير مسبوك يعني عددك تتخيلين 5% ولكن أما جات البنوك تقرض أما جات تقرض لقيت أن يجي لها شباب تقول أنا عايزة ضمانات بواحد اثنين ثلاثة أنا عايزة تدفع نسبة من قيمة المشروع تبتدي مثلا ترمي الأساسات وتعمي الخرصانات وابتدي أمولك ده كله لا يتوافق كيان مع طبيعات الشباب بالعكس هي أقردت عملاء سابقين لديها عشان نسبة الخطوة يعني أنا عندي استراتيجي كويسة وبنفذ الاستراتيجي ما بعرفش طبيعها كويس لغاية دلوقتي لا المبادرات موجودة ولكن متفرقة لازم تتكيل يعني فيه كيان واحد هو المسؤول قصادي ما ينفعش أحطه مثلا زي ما هو موجود دلوقتي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وحطه طبع وزارة الصناعة ده قصة بقى إدارية مزعجة للغاية أنا لازم أدينه إمكانيات أن ياخد قرارات منفصلة لازم زي ما أنا عنده مركز خدمة مستثمرين في وزارة الاستثمار اللي احنا حطناها في قانون الاستثمار مادة بتدي مزايا للمشروعات الصغيرة وأصرينا على هذا الأمر والمتوسطة احنا الكيان ده حيبقى شغلته أنه يدي برضو موافقات مباشرة على مجموعة من الأراضي يبدو خصص للمشروعات الصغيرة المتنسل وينهي في توقيتات محدودة للغاية يهمني أنه يبقى عنده قدرة على أنه يعمل برامج تدريب واسعة أنا عارف أنه لديهم برامج حالياً موجودة ولكن برامج التدريبية مش كافية عايزة تمويل أكبر وعايزة إمكانات أكبر وتستفيد بإمكانات كافة الوزارات على سبيل المثال التعليم الفني متفرق ما بين الوزارات ده أهم حاجة مستقبل الأمم بيبدأ بأنه يبقى عندي تعليم فني راكت إحنا يمكن الأسبوع الفاتح كنا بنتكلم فده وبنونادي يطوروا التعليم الفني التعليم الفني أهم حاجة هو المستقبل هو اللي إحنا جايين يعني هو اللي جاي يعني طلبة التعليم الفني هما اللي جايين الفترة اللي جاي عندنا مشكلة كبيرة جداً فى عملية التعليم الفني إن إحنا محتاجين أن يكون برضو لدعم مباشر سواء من كيان المشروعات المتصلة الصغيرة أو تحطه كيان المنفصل لأن مع وزارة الترابية والتعليم التعليم الفني ما بيخدش الأولويات مش على سلة من الأولويات الأساسية عشان إحنا محتاجين تغيير ثقافة بالضبط جدا ده كمان غير تغيير الثقافة أنا محتاج إن أدربه يعني بياخد تدريب تعليم فني يتدرب على اللي حيشتغل عليه بره يعني أجي 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 يجرب على مطور عمال يعمل منفكات ويعمل لي مش عارف إيه علشان يبتدي يعرف إيه العطل و هو بره الوقت كارت كمبيوتر مش هينفع فإذا أنا بدي مثال بسيط فمحتاجين أن نحن نطوره محتاج بعد ده كل ده أنا بتكلم على الجهاز اللي حيط على المشروعات الصغيرة المتنائية الصغيرة والمتوسطة محتاج كمان إن يبقى عنده زي ما حضرتك تفضلت كده إنه يبقى عنده قنوات تسويقية يستطيع من خلالها إنه يتخذ إجراءات سريعة لعملية دعم التسويق ما بقولش إنه ياخد كل حاجة ويسوّق له لكن يفتح له قنوات للتسويق وإحنا يمكن كنت لسه في افتتاح الجهاز تعملت المشروعات الصغيرة في معرض بطراصنا كانوا فعلاً لقيت مجموعة من العارضين كانوا كلهم شاركوا في معرض في البحرين قد إيه النجاح وكان معنا السيد سفير البحرين في القاهرة هنا قد إيه النجاح اللي وصل لهذا العرض يعني أنا محتاجة فكر التسويق دايب على فكرة هو السر كمان يعني في التسويق غير إن أنا أحدث طبعاً طرق التعليم وطرق التدريب والتعليم الفني وكذا أنا عندي سر كبير جداً كامل فيه قصة التسويق وطرق الإعلان عن اللي هي الغير تقليدية طرق الإعلان وفقاً لما يواكب الفكر في أي دولة في العالم ده الجزء اللي نشرت إليه هو التدريب وفتح منافذ التسويق بالقدر الاستطاعة دايماً بتديره فرصة عشان يقدر يصوي كل أنا بتكلم ده على مشارات الصغيرة نقص بقى برنامج ترويجي كامل للحكومة بالكامل مش وزارة التعاون الدولة الوحدة مش هتقدر تعمل كل حاجة لازم كل جسد الحكومة وزارة الخارجية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وزارة التعاون الدولي وزارة السياحة وزارة الزراعة كل ده في إطار برنامج متكامل ده ما لإنوش برنامج الحكومة كانت أحدى ملحوظاتنا على برنامج الحكومة بضرورة تفعيل هذا البرنامج في أسرع وقت ممكن